السلام عليكم وعزائي الطلاب استكمالا لما سبق هنتكلم على كيفية ايجاد الحل الخاص للمعادلات التفاضلية الخطية زرات المعاملات السبتة باستخدام المؤثر التفاضلي من تعريف المؤثر التفاضلي نرى انه يتبع قوانين الجبر الاساسية التي تحكم المقادير الجبرية وبها يمكن اجراء العمليات الجبرية المختلفة من جمع طرح ضعب التحليل الى هوامل اذا كان y وz دوال في متغيرة x وكان ثابت c فانا الف جديدة دالة في المؤثر التفاضلي يؤثر على اي والس ام اكس x في z يساوي اي والس ام اكس في اف دي زائد الام يؤثر على z حيث الدي هو المؤثر التفاضلي الدي هو المؤثر التفاضلي معنى ايه معنى ان هي دي معنى كلمة مؤثر التفاضلي انها دي واي دي يؤثر على c ثابت في الواي يساوي السابت في الدي واي الدي ام المشتقة ام يؤثر على دي ان واي يعني مشتقة قانونية للواي يساوي الدي ام زائد ان يؤثر على الواي الاف دي يؤثر على دلال اس اي 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 اكس يساوي اف ام في ال اي 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 اكس ومعنى ان نشيل كل دي ونحط مكانها ام طبع هنا نفس الكلام اف دي تربية المشتقة التانية يؤثر على دلالة سين او كوزين للزوية اي اكس زائد البي بنشيل الدي تربية نعوض ما كانها ناقص ايه تربية ناقص ايه تربية في السين او الكوزين في حاجة يسمى المؤسرة التفادولية العكسي اللي هو واحدة على دي بقى واحدة على دي يعني اعتبر زي التكامل نفس الكلام واحدة على دي او او واحدة على اف دي لو كان طبعا عندنا اكتر من دي دي واحدة على دي يؤسر على دي واي دي ده اشتقاء ده تكامل يؤسر هي تضيع المشتقع تضيع التكامل يبقى يديني الواي بمعنى ان واحدة على دي يؤسر على وهو تكامل يعتبر هو التكامل واحدة على دي واحدة على اف و في دي يؤسر على مجموعة دلتين يسوي مجموعة المؤسرة الاول على زيد واحد زائد المؤسرة الثانية على زيد اثنين نفس الكلام هنا المؤسر واحدة على اف و في دي نفس الكلام بالنسبة للدوال التأثيره ده على الدلة القسية بنشيل الدين وحط مكانها M طب دي اسم القانون للإزاحة واحد على FFD في EOSMX في Z يساوي نزيح احنا EOSMX لليسار ونحط FFDZ M يقص على Z بالنسبة للسين والكوزين بنشيل دي تربية حط مكانها ناقص A تربية بحيث أن المقام ليس هو الصف هنشوف بعض الأمثلة مثال حل المعادلات التفاضلية الآتي أدهو خدنا ده المؤسس التفاضل عاوزين نجيب الحل الخاص والحل العام نشوف عشان نجيب الحل الخاص المعنى هذه يعني معناها هي Y double dash ناقص D D هي Y dash Y dash ناقص 2 Y يساوصف نحط احنا بفعض أن Y سوي EOSMX يبهنا M تربية ناقص M ناقص 2 يساوصف تحليل هنا M وهنا M هنا 2 وهنا 1 هنا ناقص هنا زائد يبهى M1 يساوي ناقص 1 والM2 يساوي 2 يبهى M1 يساوي C1 في E قص ناقص X زائد C2 في E قص 2X ده اسمه الحل المكمل ده اسمه الحل المكمل ده حل المعادل ما تجنسه والحل المكمل عشان نجيب الحل الخاص نجيب الحل الخاص احنا التحليل ده جبنا ايام انه هو FD FD ليه احنا قلنا ال YB لكن ال YB يساوي 1 على D تربية ناقص D ناقص 2 في في ده في الدلة اللي هو الدلة لغا متجنس اللي هو ده حل ده اللي هو ال YB يساوي 1 على D ناقص 2 في D زائد 1 يقص على على الدلة تبديق كسرات حدود نشوف هنعمل ايه عملنا ايه D زائد 1 ضفعناه في البصر بقص ناقص 1 و1 على D ناقص 2 خدنا ناقص 2 عمل مش طاق يعني لغا كنا D ناقص 2 يساوي ناقص 2 نفتح قص و1 ناقص D على 2 واخدناه في البصر بقص دلعناه في البصر بقص ناقص 1 نفك ده نفك 1 زائد D نفك ده الثاني هنا اعلى قوة عندنا X تربية يبقى احنا اهم حاجة بالنسبة لنوصل الى D تربية نضرب ده في ده نضرب ده في ده ونوجه ده المشطقة بس نحتمى بقى اللي هو تكون اعلى مشطقة هي D تربية اعلى مشطقة D تربية الاساس عندي ناقص نص واحد في القزة كله زائد هنا نص في المشطقة ده مشطقة ده بصفر مشطقة ده بنقص 76 مشطقة ده بكام ونجمع الحدود ونجمع الحدود يبقى نوجد YB الحل العام بقى اللي هو YC زائد YB YB زائد YC شوف مثال تاني وجد حل المعداد التفاضلي ده نفس القصة ونفس الحكاية اول حاجة نجيب حل المعداد المتجنس اللي هو اللي هو Y ضابل داش زائد 6Y زائد 13 Y يساوصف فض أن Y يساو E أس M X يبقى المتجنس زائد 6M زائد 13 يساوصف بالتحليل ههو بالتحليل حصلنا على الشكل ده معنى هالألفة يساونا الصلاة والبيتا يساو اثنين يبقى YC يساوي E أس ألف X E أس نا أس 3 X تحقوص C1 كوزاين 2 X زائد C2 2 2 X ده الحل المكمل هو حل المعداد المتجنس طيب نفس الكلام التحليل ده بعينه التحليل ده بعينه اللي حنا قلناه ههو ده هنحلل ده ونحطه في شكل واحد على المقام ده كله ده يبقى F D معناها ان Y Y B يساوي واحد على F D في في الطرف الغام 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 متجنس اللي هو ده نشوف اهو زي ما قلناه بالظبط طيب هنا ده ده الأقصية احنا قلناه يقول ايه بينشير كل ده ونحط مكانها لما نقس على ده ننشير كل ده ونحط مكانها ثلاثة هنا نشير كل ده نحط مكانها ناقص واحد خلاص اهو يقس على الدلة الاولى ويقس على الدلة التانية نشير كل ده نحط مكانها هنا ثلاثة يبقى هنا ثلاثة هنا تسعة هنا ناقص واحد هنا واحد ونجمع الحدود اهو يبقى كده يجبنا Y Y B ده Y B الحل العام Y يسا Y C زائد Y B نحل العام اه شف مثال ثاني نفس الكلام عاوز ان نجيب حل هذه المعدلة الحل المتجانس خلاص نتعود نحن نهو اك انه M السابعة زائد اثنين M تكعيب نقص اثنين M نقص واحد يسا وصف ونتحل لو نجيب قيم M اهو جبنا قيم M1 نقص 1 نقص 1 نقص هنا قيم مكار وهنا يبقى C1 في E X زائد C2 زائد C3 X زائد CR4 X تربية في E X نقص هنا بنشتق بالنسبة للT بها بالظبط هنا العلاقة بتاعتنا T خلاص طيب عاوزين نقص الوا هنا مشتق بالنسبة كيف X يساوي 1 على F D في 6 E قص D F D اللي هو ده كله اللي هو ده كله نشوف اهو ده نفس الكلام بلشون كل D ونحط ما كان نقص واحد كل دي عشان ده تأسير ده للأسية كل ده نقص واحد اهو طيب تعال نشوف كده لما نعود نقص واحد F D نفسها لنقص طلع طلع بصف يبنى نشتق ها طلع بصف مشتق التن طلع بصف المشتق التالت طلع بقيمة يبا هي اللي استفيد بياه بداية تعال نشوف اهو بس لازم لازم لما مشتق المشتق طلع بنضو بياه في E T تكيب T طب ايه السبب في كده ايه السبب ايه السبب في كده السبب ان الحل ان الحل المكمل Y C يستق بياه بياه ولازم هنا القوة الاعلى T تكيب خلاص ده كل الحل المكمل الحل المكمل عشان نكمل ده هنا بقى زائد C ثانيا زائد C ثلاثة T زائد C اربعة T تكيب في E أس E أس نا أس T هنا لازم حصل لان المشتقة دي بصف و دي بصف و دي بصف واخر مشتقة الثالثة تلعت بقيمة هنضرب ها في T تكيب طيب أوجد حل المعادات التفاضلية دي مثال تاني نفس الكلام ده بحل الحل المكمل هنا M تابيع زائد ثلاثة M زائد اثنين يسو صف ده فاض أن Y سو E USM X USM خلاص التحليل نفس الكلام هنحلل يبقى هنا قوس وهنا قوس يسو صف هنا M وهنا M هنا 2 وهنا 1 هنا زائد وهنا زائد عشان الإشارة الإشارة الموجة ببالإشارتين زي إشارة الحد الأوسط هنا M1 يسو ناقص 1 و M2 يسو ناقص 2 يبقى Y C يسو C 1 في E أس ناقص X زائد C 2 في E 2 X خلال ده الحل المكمل طيب نفس الكلام Y B يسو 1 كام F D F D في الدالة دي أربعة زائد عشرين جوزاين 2 X F D ده اللي هو دي تربية زائد 3 D زائد 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 عشان يظهر لنا في المقام دي تابية اه خلاص دي تابية دي نحط مكانة كام ناقص اعبعة ناقص اعبعة خلاص الخطوة هي ناقص اعبعة طيب خلاص خلصنا من المقام البصر هي بمشتقة البصر هي بمشتقة الاتنين في الكوزاين كما هي ثلاثة مشتقة الكوزاين بناقصين اهو اهو ايو اشتقينا واثنين في الكوزاين زي ما هو يبقى هنا الوي بي اهو الوي بي كله نضيف الحل العام واي سي زائد واي بي واي سي زائد واي بي